السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلاب ومرحبا بكم إكمالا وإتماما لدرس أسماء الإشارة بقي معنا أسماء الإشارة للمكان بعد أن انتهينا من أسماء الإشارة للأشخاص سواء كان قريبا أم بعيدا مذكرا أم مؤنثا مفردا أم مثنى أم جمعا أسماء الإشارة للمكان هي ألفاظ تفيد الإشارة والظرفية لاثنين مع بعض تفيد الإشارة وتفيد الظرفية فهي أسماء إشارة وهي ظروف في محل نصب على الظرفية ولهذا دخلت في عداد ظروف المكان فهي أسماء إشارة وظرف مكان معا والأصل فيهما للقريب هنا وللبعيد ثم الأصل في أسماء الإشارة قريبا وبعيدا قريبا هنا وثم للبعيد أسماء الإشارة للمكان القريب هنا وهي الأصل للإشارة إذا كنت تشير إلى مكان قريب تقول هنا يكون الاجتماع هنا أبهى هنا القاهرة للمكان القريب وقد تستخدم أيضا للقريب بزيادة هاء التنبيه في أولها فتقول ها هنا الضيوف أيضا ها هنا اسم إشارة للمكان القريب ومنها قول الله تعالى على لسان بني إسرائيل عندما قالوا لموسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون إنا ها هنا فموضع الشاهد هنا كلمتها هنا والقاعدة تقول هو اسم إشارة للمكان القريب سواء كان هنا أو ها هنا يبقى عندنا اسم الإشارة للمكان القريب هنا أو ها هنا والأصل فيها هنا أما أسماء الإشارة للمكان البعيد الأصل فيها ثم بمعنى هناك ثم ومنها قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين انتبه ثم وليست ثم بفتح الثاء وليست بضمها فموضع الشاهد هنا هو كلمة ثم والقاعدة هو اسم إشارة للمكان البعيد وهو الأصل في أسماء الإشارة للمكان البعيد هو ثم وأيضا وردت هناك وهناك 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 وهنة 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 ولكن أكثر استخداما هي ثم وهناك وهناك وهنالك أما هنة وهنة 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 في اللغة المعاصرة تكاد لا تستخدم بذلك نكون أنهينا درس أسماء الإشارة للأشخاص وللأماكن فإلى محاضرة جديدة نتحدث فيها عن نوع جديد من أنواع المعارف فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر